محمد أبو الغيط أستاذ بطب القصر العيني وسكرتير عام الجامعية المصرية التبضية لدراسة السمنة السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في المقدمة يعني بتيالي مش أنا لوحدة كل الناس النهاردة هتتكلم عن كابتن همد صلاح طبعا دي حاجة الحقيقة مفرحة جدا وحاجة بتساعدنا جدا اننا نلاقي انه شاب مصري جميل الخلق بيحب مصر وينجح هذا النجاح الباهر دي حاجة جميلة جدا احنا لازم ندور على مواطن النجاح فينا يعني هو محمد صلاح واي حد ناجح ما بينجحش بالصدفة لو كسب في ماتش بالصدفة اللي وراه مش هيكسب فالجهد والمصابرة والاطمئنان لانه فيه مثل زي محمد صلاح ممكن يتكرر تاني وتالي وتالي ورابة هو ده اللي يخلي كل واحد فينا ينجح ومنك ما نعرفش نبقى زيه بس يعني نحاول لا بس من الجملة اللي حضرتك قلتها ان كل واحد ممكن يبقى محمد صلاح تي جملة في منتهى الايجابية وهو ده اللي احنا عايزينه كفايا انا بقى احباطات على السوشيال ميديا بعض الناس اللي تقعدت لك ايه هم وما فيش منه غير واحد بس ومش هيحصل لا يا جماعة اولا احنا مش هنقله ومش بنقله حد هو انسان محترم وله كل الاحترام والتقدير لكن حيطلع اجيال كتير بتقلده بتاخده قدوة زي ما ناس كتير جدا كانت قدوة في حياتنا جميعا وفي حيات اجيال قبلينا بكتير فالفكرة ان احنا دايما نخلي الحد اللي احنا شايفينه قدوة نبقى عارفين ان هو انسان طبعا له مميزات وله عيوبه فما نتهموش وما نجلدوش انا خايف عليه اصلي والله بجد خايف عليه انه يعمل اي حاجة يعاني خلط احنا بنحب الناس قوي وبعد كده ممكن نقلب على حد قوي فاربنا يحميه رب يحفظ عليه لكن كمان يرلى كلنا نكتهد على نفسنا ونشتغل ونبقى عارفين اهو قدر انه يعمل حاجة ليه انا ماكنش من الناس اللي تقدر تعمل حاجة كمان مهما كان سني بقى مهما كان المجتمع اللي انا عايشة فيه مهما كانت التحديات اللي انا فيها